بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي وصريقاني طالبات الصف الساسي الثانوي أهلا مرحبا بكم في درس جديد من دروس الاقتصاد ودرس بعنوان تعريف علم الاقتصاد قبل اقتصاد وعلم اجتمعي يبحث في إدارة الموارد النادرة ويدرس المشكلة الاقتصادية المتمثلة في الندرة النسبية للموارد القابلة لإجباع الحاجات المتعددة للإنسان بكافية الاستخدام الأمثل للموارد للوصول إلى أقصى إجباع ممكن للحاجات مدى الاستفادة من علم الاقتصاد في حياتنا رقم واحد ضبط عملية الاستهلاك رقم اثنين تهتم بالادخار رقم ثلاثة تراعي حاجات الأفراد وحاجات المجتمع رقم أربعة الاستغلال الأمثل للموارد للوصول إلى أقصى إجباع ممكن للحاجات رقم خمسة متابعة الأحداث العالمية والمشارقة فيها مشارقة فعالة رقم ستة عدم التهرب من الضرائب لأنها تغطي الجانب الأكبر من النفاقات العامة للدولة والآن يا أصدقائي مع خلاصة الدرس تعرف علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يبحث في إدارة الموارد النادرة ويدرس المشكلة الاقتصادية المتبثلة في الندرة النسبية من الموارد القابلة لإجباع الحاجات المتعددة للإنسان وكيفية الاستخدام الأمثل للموارد للوصول إلى أقصى إجباع ممكن للحاجات مدى استفادتنا من علم الاقتصاد في حياتنا رقم واحد ضبط عمية الاستهلاك رقم اثنين تهتم بالاضخار رقم ثلاثة تراعي حاجات الأفراد وحاجات المجتمع رقم أربعة الاستغلال الأمثل للموارد للوصول إلى أقصى إجباع ممكن للحاجات رقم خمسة متابعة الأحداث العالمية والمشارقة فيها مشارقة فعالة رقم ستة عدم التهرب من الضرائب لأنها تغطي الجانب الأكبر من النفقات العامة للدولة والآن يا أصدقائي أترك لكم هذه الأسئلة وأطلب منكم الإجابة عليك السؤال الأول ما عم نقصود بعلم الاقتصاد السؤال الثاني اكتب بأسلوبك الشخصي مدى استفادتك من علم الاقتصاد في حياتك وبكرة يا أصدقائي خلص درسنا وانتهى وقتنا ونلتقي إن شاء الله لموقعنا تعليمي نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته